على الهوى ده من الناس كلها فضل حضراتكو يعني النهاردة الاهلي بدأ بمحمد الشناوي وخالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم ورمي ربيعة ويحيي عطيات الله مرون عطية وأكرم توفيق طاهر محمد طاهر أفشة حسين الشحات وكهربا ده تشكيل فريق النادي الأهلي في لقاء اليوم الأهداف الأربعة اللي سجلها محمود كهربا في ديئة 14 من صناعة الأفشة ثم أفشة في ديئة 21 من صناعة الكهربا ثم أو آسف من صناعة الطاهر ثم حسين الشحات في ديئة 26 من صناعة لكهربا ثم كهربا في ديئة 49 من صناعة لخالد عبد الفتاح في المقابل هدفين دخلوا شباك النادي الأهلي في ديئة 30 كاسوم كوني وروجر أسالي في ديئة 30 وديئة 55 تغييرات الأهلي رضا سليم بدلا من الشحات في ديئة 75 ومعا كوكا بدلا من أفشة وبرسي تو بدلا من كهربا ثم في ديئة 42 عمر الساعي بدلا من أكرم توفيق وكريم الدبيس بدلا من يحيى عطية الله أنا عايز أتوقف شوية مع التغييرات ولهي يعني عتاب كبير جدا وحابدأ بعمر الساعي لأنه كل الناس بتؤكد أنه عمر الساعي لعيب جيد وأنا الحياة تفرجت عليه في الإسماعيلي لعيب قوامه رائع ولعيب كرة ممتاز وحاجة تفرح وحاجة تشرف يعني بس اللي عايز أقوله لك يا عمر أنه لما تنزل ولو دقيقة استغلها استفيد منها لأنه الفرص ما بتبقاش كتير في النادي الأهلي طبعا ضحكت رمضان مع الكولر والنتيجة 3 أو 4 واحد لأنه بعد كده محمد رمضان كان زعلان شوية ومعا حق أنه يزعل شوية وكان على وشه علامات الاندهاش والتعجب والاستغراب أنه فرقة بدل ما تفوز زي ما أنت عايز بتضيع فوز كبير وبتسمح أن ندخل مرماك هدفين الإشادة متكررة بطهر بالتأكيد لكنه الاحتياطيين اللعيب اللي نزله أعتقد أنه كريم الدبيس كان كويس ونبيل كوكا كان كويس أما بيرسي والساعي وردسليم ما حسيتهمش يا جماعة الربع ساعة وقت طويل جدا في عالم كرة القادة وبتغير من نتائج ولكم العبرة والدرس من أفشة مثلا في نهاية الكاس أمام الزمالك في السعودية لما صنع وسجل في جزء من المباراة وكذا إمام عشور قعد على دكة البودلاء وما تغيرش عادي جدا فأي لقيم ينزل أي وقت من المباراة خدها بمنتهى الجدية وليس بغضب أو حزن أو زعل لا بيرسي تاو بدأ أمام جرماهية وسجل هدفين هناك كان كويس وبعد كده كمل وبعد كده قعد كهربا ما كانش موجود في الصورة خالص دلوقتي أساسي بقى له مبارتين وعدل التسجيل مرة أخرى بقول أنا موجودة هو بيطمن جمهور الأهلي لو غاب أوسام فكهربا موجود ولو غاب كهربا فأوسام موجود والتنافس ده جميل وعايز أقول لمستر كولر من فضلك بص على الولدين اللي كانوا معايا بارح حمزة عبد الكريم وبلال عطية ولدين صغار مواهب غير عادية واحد مسجل خمس أهداف واحد مسجل ثلاث أهداف لو عندكم الدبل كيج بتاعت حمزة عبد الكريم في مباراة الجزائر هتوها خلوا الناس تتفرج الخامة شكلها عاملة ازاي بسم الله ما شاء الله طوله ممتاز جدا جسمه ممتاز جدا مميز في الكرات العالية مميز في المهارة بلال عطية حاجة تفرح أو حاجة تفرح حاجة جميلة جدا لعيب كويس قوي 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 وهداف وعندك بقى زي النهاردة مثلا عندك كباك في منتخب الشباب بقى وانبارك لمنتخب الشباب وانهنيه لأنه قبل التحدي تحدي صعب جدا ليس أمامه سوى الفوز في مباراتين متتاليتين والحصول على ست نقاط يفوز على ليبيا بصعوبة 2-1 ومباراة مع تونس ومع ديها 37-38 يطرط فارس خالد اللي كان لسه نازل وتلعب بعشرة لعيبة ومطالب بالفوز ولكن الرجال دور العشرة قدام 11 يفوزوا 1-0 أحمد خالد كباكا نجم البطولة بدون منازع بدون منازع هو اللي يسجل هدف الفوز واللي ولدي يهجموا كمان وكانهم هم اللي زايدين والفرقة يتغير شكلها ويتغير أسماءها ويتغير كتير ترجمة نانسي قنقر